اشتركوا في القناة وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.26 دقيقة مساء من مساء يوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان معناته التأثيرات على جميع الأبراج في هاي الفترة إنه منشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يظرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية أو ذكريات قديمة في حياته يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا في زوايا انتهى تأثيراتها وفي زاوية اليوم الجديدة رح تدخل على التأثيرات طبعا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهي ذروتها لغاية يوم عشر أربعة طبعا مع حدوث هذا الاتصال بسود شعور عام بالوئام فبيسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية اللي اليوم دخلت تأثيراتها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 11 أربعة هي اللي شوية بتدفعنا للكآبة والشعور بالدند بتزيد من عنادنا بتسبب لنا نزاعات مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب بدهم ينتبهوا على حالهم أكثر وهي بتزيد من حوادث سير على الطرقات وبرضو حوادث إلها علاقة بالنيران اللي هي من اليوم اليوم 11 أربعة فعشان هيك بتكن تنتبهوا من هاي الأمور أثناء القيادة السيارة أثناء حركتكم وأثناء تعاملكم مع النيران أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 17 أربعة بتتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية أكثر خلال هاي الفترة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتران بين المشتري وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 25 أربعة مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة برضو بتنتهي وضعية حرجة وبعض الأشخاص ممكن يقعوا في الحب أو الغرام من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها فعنا زاويتين سلبيات وزاويتين إيجابيات الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والشمس يعني اليوم بصير منتصف بدر اللي هو منسميه الربع الأول في الساعة 6 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وهي هذا الاتصال بما أنه سلبي بيخلق لنا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء ممكنين عكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 226 دقيقة عصرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا هاي الزاوية طيلة النهار واللي قبلها طيلة النهار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 3 و 46 دقيقة بعد العصر هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب عنها وبيخوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل ولكن هاي تأثيراتها من الصباح لغاية المساء برغم إنه إيجابية إلا إنه التجميل الشوي اللي بيشتغلوا في هذا المجال بيبدعوا ولكن لا ننصح بعمليات التجميل في هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتبلش من ساعات العصر لغاية ما بعد منتصف الليل بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية الطبع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق برضو الجهاز اللي مفاوي وعضم الصدر طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن لا يوصى بإجراء عمليات تجميل مثل الحقن والجراحة لأنه الخمر زي ما حكينا هو نصف بدر اللي هو الربع الأول وهي حالة سلبية بتعمل عدم التركيز أو النتائج ما بتكون فيها إيجابية يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا اليوم مناسب ما فيه أي مشاكل ممكن بعض الآثار أو الأعراض اللي بس بنادوه لحاله يفي بالغرض بما أنه القمر موجود في برج السرطان زي ما حكينا خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد عشرة أربعة بيبدأ في تمام الساعة واحدة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر زي ما حكينا عمر القمر هو المربع عنذ ثمان أيام في تمام الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بيصير عمره تسعة أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية القمر في السرطان حتى يوم عشر أربعة هو الآن سعيد بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمس واربعين في المية وبيكمل طيلة اليوم بخمس واربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احد عشر أربعة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم 15 أربع منتحس بنسبة 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10 خمس سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 ست سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً كمان اليوم بتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكوا تحذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاع من تصرف أحدهم اتجاهك حاول أنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك لأنه اليوم الأعباء كثيرة وممكن أنك ما تجد وقت للراحة برج الثور بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وخصوصاً السفر القصير والاتصالات الكثير اليوم برضو بتكون عندكم ولكن بتكونوا أكثر صبراً على الطرقات أثناء قيادة السيارات وأثناء الحركة هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان دافعوا عن مبادئكم ولكن بليونة ودبلوماسية ورغم أنه عندكم سرعة بديهة وقدرة على الإقناع عالية بدكوا تنتبهوا لكلامكم وتحفظوا على خط العودة على أساس أنه ما تعملوا مشاكل وتخسروا فيها ممكن اليوم تتم بعض اللقاءات أو الاجتماعات رح يكون لك عمل مفيد تتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة برج الجوزاء طبعاً كمان اليوم بيحمل فرص لمكاسب مالية بتيجي أغلبها من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم إشي أنكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع نظموا أموركم المالية وما تسمح للأقصاط بالتراكم وحاول أنك تدفع المستحقات والأولويات كفواتير أو دفعات أو أقصاط وما تخلي أي شخص يغشك يعني بدك تنتبه من النصابين والمحتالين وبرضو اليوم في أشخاص ممكن يدفعوك لتوظيف أموالك بدك تكون حذر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم أنتو عندكو طاقة أعلى من الأيام اللي مضت والنشاط حيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنكو ما تترددوا في فرض وجهة نظركم لأنه قدراتكم بالإقناع عالي جدا تزداد عزيمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض وبتكون الفترة هاي فيها نجاح في أي تحركات في أي اتجاهات الفترة هاي إيجابية رح تلمس من خلالها انفراج وتقدم ملموس برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم لأنه القمر نازل موجود في بيت المتاعب اللي هو في السرطان لغاية بكرة اللي هو يوم الغد عشر الشهر فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة بتكون الفترة هاي فارغة وممكن تخفي لك عداوية أو مؤامرة ضدك عليك أنك تتجنب المشاكل راعي أعمالك سيرها وحاول أنك تأخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد أو الإلغاء المواعيد أو تأجيلها برج العذرة بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا اليوم في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أحدهم تحتاج لحشد التأييد وباستطاعتك كسب بعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك الفترة هاي فيها نجاح وانتشار ولكن الأهم أنك تحاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل الغد لأنه بالغد الشمس القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فكثير من الأمور رح تواجه فيها صعوبة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسع كل يوم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنه ما تشوهوا سمعتكم لأنه القمر ما زال موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تتوقعوا أنه الظروف تكون شوي ضاغطة وممكن أنه شوي يكون فيه نوع من أنواع التسرع أو الطيش أو اللهو اللي بيتسببوا لك بأخطاء لا تغتفر رغم كل الضغوط هاي ولكن أنه اليوم بيحمل لك فرص عمل مهمة برج العقرب بالنسبة لمهوليد برج العقرب القمر ما زال في البيت التاسع يعني اليوم نشاط في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة التعامل مع أجانب التنقلات المؤتمرات الامتحانات كلها ممتازة جدا ولكن بتكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للإسترخاء والإستجمام ولكن لازم أنكوا تحذروا من الفوضى لأنه ممكن يكون فيه كثير من الالتزامات عليكوا تطلب منكوا الحذر هاي فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة كمان اليوم رغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض رغم أنه فيه شيء ممكن ترغب اليوم في لفة النظر لإله وتبديد الأجواء السلبية فالأجواء بتدعمك في هاي النقطة ولكن حاول بدون تسرع حاول أنك اليوم برضو تخرج مع الأصدقاء وتمرح الأجواء جيدة فكر بالغد وباستقرار وضعك المالي لا تستعجل في توقيع أو في عملية تجارية لأنه بدك تدرس هاي الفكرة بشكل جيد برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة عشان هيك اليوم برضو بتكون تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة الجو جيد للمصالحات والتسوية ولكن بدك تتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها حاذروا من المواجهات الكلامية لأن الأجواء سلبية جدا وما بتستمح باختلاق المشاكل فعشان هيك بدك تحاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين وتعتبر هاي فترة ضاغطة ومن أسوأ أيام الشهر برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بدك تتوقعوا أنه يتراكم العمل عندكم اليوم فعشان هيك بدك تحاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم حاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع الزملاء في العمل أو مع زبائنكم إذا بتشتغلوا في مكان لكم زبائن فحاولوا برضو تضبطوا عصابكم بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطروا لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنه خلال هذا اليوم بتكثر المسؤوليات والالتزامات على أنواعها زي ما حكينا بدك تنتبغ على عملك وبرضو بدك تكون حريص على صحتك رغم أنه ما في أي مخاطر إلا إن هتتطلب منك الانتباه برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لإلكم عشان هيك بتضل رغبتكم في التقرب من أحباكم قوي جدا وبرضو جيدة هاي الفترة لتعزيز العلاقة مع الأحبة مع الأبناء مع أحد الوالدين أهم شيء أنكم ما تسمحوا لأي شخص أنه يغشكم خلال هذا اليوم هاي الفترة بتحمل انفراج وتعاطف وأهم شيء أنك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين حاول أنك تتحرك لكسب هاي الفترة في الفترة هاي الحظوظة بتدعمك بشكل قوي فلازم تستغلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر